سلام عليكم تتبعي قناة لمسة ديكور نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشوفوا هاد الفيديو الجديد ان شاء الله بالنسبة للناس لي ما زال ما لتحقوش بالقناة فتنقول لهم بان هاد القناة خاصة بالديكور خاصة بالإصلاحات المنزلية وكل ما يخص الديكور بصفة عامة كذلك نشاركو فيها جميع الحيال والتدابير الخاصة بالبيوت دينا كذلك نبرتجو فيها فيديو هات قصيرة اللي كيهموا الامر هاد الفيديو هات خاصة من طبيعة الحال بعالم الديكور والجديد في الديكور ونبدأوا بالفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نخاص بثمانية ديال الطرق اللي غادي نقدم لكم واللي هي فعالة في تنظيف الأواني المنزلية المحروقة وغادي نبدأ ان شاء الله بأول طريقة اللي هي قدمكم غادي ناخدوا الأنية ديالنا اللي غادي تكون محروقة وغادي نديروا واحد الكمية من سحوق ديال الأواني اللي كان غسلو به الأواني نضيف له جوش المعالقة الخامير الفورية و نزيد له الكمية الخل الخل العادي دي المطبخ كل شي هذا الخالط نضيفه على الانية دينا و نضيفه 10 حتى الـ 15 دقيقة و نرجعه على الثاني و نضيفه مصيحة غير خفيفة ماشي ضروري نخدمه الحلفة دي السلك و انما نضيفه غير بحلفة عادية جدا محلي نغسله بها الاواني و نقوم نضيفه حتى كبالنا الاطار ديال الحرق نضيفه مقلة 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 اينها sera 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 نحبه في الاواني يتستطيع عليك الحرق اللي تكون كتير بزاف و لا تكون قديم هاد الطريقة كانت تصلح للأواني التي تكون فيها الحرق غير قليم و نزل طريقة ثانية كيف ما ترى قدامكم هذه المقلة عندنا فيها الحرق الي هو طيبة بانه كثير سوف نحطها وخبب عليها الخل ونعمرها بكاربونات سوديوم سوف نتوفر عند الجامع ونسرحها بها الطريقة بحال كيف تشوفوا في الصورة سوف نزيد المقدار الملح فوق بكاربونات السوديوم ونزيد المكون السحري قشور البيض سوف نطحنهم ونضيفهم فوق الخليطة ومن بعد ان شاء الله سوف نضيف الورق المطبخ ومن فوق منه سوف نضيف الكمية كبيرة الخل بالنسبة للخل الى ما كان لديكم خل تنظيف فتقدروا تستعملوا بالخل العادي المطبخ سوف نضيف المدة 10 دقائق حتى الى 15 دقيقة او حتى الى 20 دقيقة ونرجعوا ونبدأوا ندوز جدينا بها الطريقة بحال هكا نلقوا جميع الاوسخ بدات كتهبط لا ما نقوموا بشي مجهود اللي هو كبير بالنسبة للآطار اللي كتبقى وخانمت حوك تبقى لنا بعض الآطار فاديك ساعة نقدروا تستعملوا الحلفة ديالسلك وندوزوا الى كتحيد وكتعطي نتيجة رائعة جدا وغادي ندوزوا الطريقة الثالثة اللي هي هادي غادي ناخدوا واحد الكمية ديال الملح وغادي ندروه على الانية ديالنا المحروقة غادي نزيدو بيكاربونات سوديوم بيكاربونات سوديوم عندها واحد الفعالية كبيرة في هدفه في القضاء على الدهون وعلى ذاك الحرق اللي تكون في الاواني وغادي نزيدو الخل الابيض بالنسبة للخل الابيض كيف ما قلت لكم إلا ماكينش الخاص بالتنظيف فنقدروا نديروه ديال ديال المطبخ الابيض غادي ناخدو هاد الورق ديال وغادي نحطوه وغادي نزيدو من فوق منو واحد ربع كاس ديال الخل ونخليه واحد العشرة دقيق خمستاش دقيقة ونرجعو كيف ما كتشوفو كنحيدو كنلاحظو ان جميع الاوساخ راه بدات كتهبط وغادي نزيل طريقة الرابعة واللي هي كنفضلها بالنسبة الاواني اللي كيكون فيها الحراق كتير بزاف غادي ناخدو واحد الكمية معجون ديال الاسنان نضيفو لها جوج معلق ديال الفحم او لديال الفخر اللي يكون مطحون ونزيدو جوج معلق كبار ديال اي صابون طبيعي يكون محكوك غادي نزيدو جوج معلق ديال بيكاربونات السوديوم و جوج معلق كبار ديال الملح غادي ناخدو 1.4 كاس ديال الخل وغادي نخلطو هاد الخاليط كامل واحتى موسيقى 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 وبنفس الطريقة نضع ورق المطبخ على الانية كاملة نضعها بالانية كاملة نضعها 15 دقائق حتى 20 دقائق حتى تعطي معنا نتيجة كبيرة موسيقى 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 لاprises موسيقى من بعد مرور 1-15 دقيقة كنلاحظو بأن الدهون كاملة كتطلع الفوق في هذا الماء اللي تغلات فيه كان ناخده هذا الماء وكان خوي وكان حاولو ناخده المقلاء وهي تكون باقي سخونة شوية ونبدو ندوجو عليها كوحدة المسحة خفيفة بمسحوق ديال الأواني ونمسحوها حتى كيتحييد الآثار ديال الحراق كامل موسيقى وكيف ما كتشوفو فالنتيجة كتكون رائع رائع عاجلتن كرجعونا الأواني ديالنا بحلة عاد بقين جداد بالنسبة لها الطريقة فنقدرون نديروها لينوكس ونديروها حتى الأواني ديال الآليمينيوم غادي ندوزل طريقة السادسة غادي نحطو الأنيا ديالنا وغادي نديرو فيها كمية ديال بيكاربونات سوديوم تقريبا جوج معالق بالإضافة للخل الأبيض وغادي نزيدو كمية ديال الماء اللي غادي نكون سخون بزاف ما ننسوش غادي نزيدو واحد نص أو لا حتى حمضة معصورة فصلة خاليط وغادي نشعلو نجهدو عليه العافية وغادي نخليه واحد المودة حتي بلي ندوك الدهون يعني الماء ديال المال اللي درنا تبدل ومن بعد غادي نتخلصوا منو وغادي ناخدو مسحوق ديال الأواني وغادي ندوزو عليه بطريقة المعتادة حتى نحصلوا على هذه النتيجة بالنسبة لطريقة السابعة غادي نستخدمو فيها معجون ديال الأسنان أي نوع يعني كان عندكم في الدار غادي نزيدو عليه بكاربونات السوديوم اللي هي المسحوق السحري غادي نضيفو كمية ديال الخل وغادي نحاول ندوزو جميع هاد المكوينة على الأنيا ديالنا من بعد غادي ناخدو ورق المطبخ وغادي نحطوه على الأنيا ديالنا وغادي ناخدو واحد الكمية ديال الخل كذلك وغادي نضيفوها وغادي نخويوها على هذيك الأنيا ديالنا غادي نخليوها واحد لمدة ديال 10 دقيقة حتى ال 15 دقيقة ومن بعد غادي نبدو نلاحظو ذوك الأوساخ ذوك الدهن كي هتطبوا حدوهن بالنسبة لطريقة التمنى فغادي تكون على هاد الشكل هذا غادي ناخدو الأنيا اللي عدنا فيها المشكل ديال الحرق وغادي ناخدو واحد البانيون اللي غادي يكون كبير او لاسطل غادي نحطوه في هذيك الأنيا وغادي نضيفوه له واحد الكمية اللي نحاولو تكون كمية كبيرة ديال الملحة وغادي نضيفوه كيف مما كتشوفو خميرة ديال الحلويات او لا احتى بيكاربوناتسوديوم وغادي نحاولو ندروا كمية كذلك كبيرة ديال الخل ومنها الأفضل يكون خل أبيض وغادي نحطوه في هذيك الأنيا غادي نخليوه يبات ليلا كاملة والغد له غادي بطريقة عادية يعني بحلفة عادية نتمنى تكونوا استفدتوا من الطرق اللي عطتكم في هاد الفيديو نتمنى من اللي ما زال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد ونبقوا دائما على التواصل نقول لكم بسلامة حتى الفيديو اخر ان شاء الله